السلام عليكم وياكم كرار اي كي اي سموكي تيبس وهاي اول حلقة ببرنامج فيب توك ويانا حسوني والمعروفة باسم بي و كي كل الناس تعرفها حبينا نقدم لكم برنامج بودكاست نسولف بيه على كل اسئلتكم ونجاوبها ونشارككم تجاربنا وغارعنا بالاجهزة وبالمعلومات شونك كرار حلو حسوني شاق بارك الله يسلمك اتش شونك انا جدا سعيد بهذا اللقاء ما تتخيل صار فترة انا افكر اذا قدمنا محتوى سواء شنو ممكن نسوي من سؤالي يو سبيشال بالنسبة لي الله يسلمك والله انتهم عزيز علي بدول قلبك حسوني انا بالبداية اريد اعرف انت شون دخلت عالم الفيب وشنو اللي خلاك تدخل لهذا العالم بالتخصص هذا لان تدري احنا اليوم الفيب هو شي بعد ما منتشر لحد هذا اليوم خاصة بالكوميونيت العراقي ممكن دول الخليج واوروبا وامريكا شي منتشر بيها بس بالعراق لا فشنو الخلاك تدخل لهذا الشي بالتخصص يعني بالفترة دخلت بيها اوريدي يعني هي كانت مو فترة تطور بالنسبة للفيب يعني خلينا نقول بعدها لحد الان كان بفكرة الالد سكول القديمة وليس الالد سكول اللي نعرفها هسا فبلشت بسبب الجغائر انا كانت مدخن ومنذ الصغر ها مدخن هلك يدرون بيك كانو؟ هي استمرت عندي مرحلة سرية ومرحلة علنية المرحلة السرية مالتي كانت ثلاثة شفر فقط زيان ما طولت اللي قفت ما تعرفت شاذي بيمكن؟ تقريبا يعني هو مو اللي قفت او بشكل اساسي يعني انا اللي فضحت الموضوع بنفسي خلاص يعني مبدئيا انا انسان ادخن لازم تتقبلوني بالبيت اذا ما تتقبلوني فباب الشارع موجودة زيان فتورطت مثل ما تعرف انت يعني اول ما ندخن احنا نحس نفسنا مدمنين طبعا بس اساسا احنا متى اننا نشهق الجغارة هاي بداعت بس مجرد انه انت تسحب نفس وتعتبر نفسك انه انت تدخن طبعا بالمناسبة هو تأثير يعني ما يكون ابو والدك او اخوك او المحيط ممكن انا ما عندي احد من اهلي من العائلة يدخن انا كذلك ممكن نقول شفت احد الفنانين اللي انا احبهم فصار لموضوع انه هو فتشي وبلشت بعد سنة بديت اتورط اكثر من اللازم بدت الجغاير مالتي تذقل بديت انه اكثر بالاستخدام اشباع للنيكوتين بعد اختفى فادت دور شي اذقل دائما اكثر دائما فتريد اسرع عملية لإيصال نيكوتين للدماغ فبعدها بفترة بديت ابحث عن بدائل جربت اهواية امور علش النيكوتين تذقات النيكوتين ولكن هو الاحساس الفيلنج اللي انت تحس به بالتدخين تريد ترضي العادة مالتك انت تسحب نفس هي عادة اكثر من ما هي ادمان لان العادة انت تعودت انه تشعل الجغارة تشوف الدخان بغض النظر عن الفليفر اللي كان يطلع من الجغارة يعني اذا انت واني مجلنا مدخنين اراقيل فمدخن الارقيلة اكثر شي يهتم له كمية الدخان والفليفر وكمية الدخان فاذا تقعد بالظلمة ما رح يستمتع اما احنا كمدخنين سجائر ما عدنا اي مشكلة ندخن بأي مكان حتى لو بجبل ودائما تنتبه المدخن الارقيلة مني يطلع دخان يظل يباوع داير ما داير العالم شافتني ما شافتني بالضبط هو موضوع افتخار نفس الوقت انه انا سويت هيج دائما صحي بعد الفشل اللي صار عندي تجربتين بالنسبة الى دخولي للفيبل تجربة فاشلة وتجربة ثانية ناجحة تجربة الفاشلة اللي هي كانت نهاية 2017 مع جهاز خطأ مع الجوز الخطأ كان الجوز صفر نيكوتين كلون بداية حلوة بداية جدا جميلة شنون كان الجهاز بيوقته الجهاز لايت 40 هذا جهاز الشعب من سمير كثافة تحياتنا سمير لذا شوفنا لمن لا يعرف سمير كثافة فهو لا يعلم عن الفيب شي الله اكبر تصريح جدا قوي ببببط سمير كثافة هو اللي نشر ثقافة كثافة الدخان فهذا اول جهاز بلشت بيه بعد الفترة رجعت للجيكاير لانه اولادي صفر نيكوتين انا اخذ العادل اللي متعود عليها بس نيكوتين مدى يوصل لك وهذا الشغلة اهم من ترضي العادل يعني نيكوتين اذا ما يوصل لك فانت حاليا مدى تسوي شي بالضبط فتركت وقلت الفيب فاشل يعني لانه اساسا انا كانت تجربتي فاشلة باعتبار انت اليوم اي شي بالحياة اذا تبدي بيه بشكل غلط او مو بالصورة الصحيحة فراح تحكم علي بالفشل بالضبط في فترة ما ما كان اكو بوت سيستم يعني ما كان اكو كميونيتي لاصحاب الام تيال يعني ماكو ام تيال الا اذا تانكات وكانت التانكات بذاك الوقت لك عليه الاسعار هن حلوة فما رح يكون به اداء والهاي اند جدا غالي لمن استطاع اليه سبيله فالموضوع دخلت بعدها بفترة رجعت الفيب من نصيحة الدكتور قال ادخل للفيب بشكل صح فشان اكو محل يعني هو من القدامة اللي موجودين بالعراق دخلت له هو ايضا كان دكتور وعنده محل فدخلت اخذت اول جهاز كان ال شركة إليف اللي هسه مستحيل احد رح يسمع الاسم ورح يذكر يعني اعتقد تسعين بالمئة من المستخدمين الفيب الحاليين ما يذكروها او ما يعرفوها ممكن ما يعرفوها شركة جدا قديمة جنت كلش احب منتجاتها عندها الايستيك بيكو بعد انتشرت بشكل كلش حلو تجربتي وياها كانت حلوة ولكن كان يجي وياها كت اللي هو تانك السبع يوميا ما قدرت استخدمه ثاني يوم رجعت على ابو المحل قلت له اريد تانك ريبل دبو يكون بناء فشان اكو تانك اسمه سيربينت مني سينجل كويل ار تي اي صراحة لحد الان هو واحد من افضل التانكات اللي استخدمتهم خلال مسيرتي لان التجربة الاولى ما تننسي يعني خاصة بريبل دبل اول جوس اول كويل اول ستب ما تقدر تنسى بحياتك انا الي حد الان الجوس اللي استخدمته ويا اللايت 40 دور علي كلش طيب مع العلم انه هو كان فراو لكلون بس سؤال اكو دائما تجينا هاي الاسئلة جوس لكلوني سوي ما يبر ايه مبدئيا لا لانه هو نفس المواد اللي موجودة باللكود الاعتيادي موجودة باللكود لكلون لانه عملية التبخير وهذه الامور ولكن الفيتشر اللي موجود بالفيب انه هو موضوع USB grade صالح للاستخدام الصيدلي البشري الداخلي وما عندك اي مشكلة لانه نسبة النقاوة مو اي نيكوتين ولا اي فيجتابل غريسالين ولا اي بروبالين بلايكور فالموضوع بالنقاوة وين دي صنع المختبرات كل الشركات العالمية اللي تصنع بريميام لكود تدخل فحوصات تدخل سورتيفيكيت ودائما تكون مصدرها موثوق بحيث انت اللي قاعد تدخل للعراق كلها بها شهادة منشاء كلها معروف مصادرها ومعروف المصانع ممكن تدخل على المواقع الالكترونية وتعرف المصنع والانجريزيز كلها ما عندك اي مشكلة بس الكلون حتى نوضح للعالم انه ماكشي اسمه مي برية حتى الكلون مايسوي مي برية لانه مفهوم المي برية غلط احب اوضح نقطة اساسا اذا اي دكتور يشاهدنا حرفيا او علميا ماكشي اسمه مي برية المي برية يصير في حالة وحدة غرق خير في حالة الغرق هاي شرحناها للعالم حاولنا نوصل هاي الفكرة يعني اغلب العالم سمعت حصلنا انتقادات قسم بهم واحد قل لي انا رحت الدكتور شخصني بيا ماي برية قلت لازين اطيني رقم الدكتور اللي شخصك قل لي هاي تلقى بفلان شارع بفلان عيادة ادري يا حزورة اطيني اسم الدكتور الموضوع انه اكو مرض يدعى ماء على الرأة هذا يكون نتيجة التهابات او ضعف عضلة القلب القلب صح لدى كبار السن وممكن ينصاب بالاطفال ايضا بعد فهو مرض على الرأة الدخان او البخار او الهوى يدخل الى مكان الطبيعي واللي هو الرأة ما يدخل الى مكان ثاني انا مرة واحد صادفني بشارع استخدم فيب قال انا هاي سويت عندي سرطان بالكلة يعني الموضوع انه المي يروح للكلة الاكل يروح للمعدة الدخان او الهوى يروح للرأة فاجدخل الكلة بالموضوع يعني شوف اكو شغلة ارد نوها عليها يعني اغلب مستخدمين الفيب تلقاهم حاليا دخله للفيب لان هو اصلا مدخن بس دخل للفيب زين انت مراتي تنصحني انا ماش اتدخن جيقاير بس طبيت الفيب تنصحني استخدم بالفيب زين ليش انا اصحك بها اذا انت ممستخدم اصلا للجيقاير قبل انا اريدك انت تترك الجيقاير تدخل للفيب لان الفيب وسيلة تطلع من الجيقاير اصلا وتطلع من عالم الدخان والتبخير اصلا بعدين حتى الفيب بالاخير رح تترك اذا انت قدرت توصل في مرحلة ممكن شوية شوية تقلل نسب النيكوتين وتطلع من الفيب اذا عندك حب من رأس رأسك موجعك لماذا تستخدم ما اكو اي سبب يعني الشريحة اللي استهدفها الفيب بالبداية هي الناس اللي تدخن وتريد تترك التدخين فشنو انت نصيحتك للعالم اللي تريد تدخل للفيب بس هو مدخن تسعين بالمية او من وجهة نظري خمسة وتسعين بالمية من اللي جرب الفيب وهو اساسا مو مدخن انتقل للجقائر صح لانه هو اساسا مفتقر الى فكرة الجداحة ومفتقر الى فكرة الاشتعال هو ما كان مجربها سابقا فلما يلقي جهاز الكتروني ما يحب يتعامل وياه يحب يتعامل دائما وياه الاسهل فرح يحول على الجقائر ممكن يحول على الارقيل ممكن يصبح مدخن شرح كان قبل ممكن بس بدأ فيب بعدين صار فيب ونرقيل ودخل بالمعمعة اللي هو اصلا كان بعيد عنه النيكوتين مادة طبيعية اذا انت دخلتها بشكل خارجي الجسم رح يعتمد عليها خارجيا فانت رح تدمن فلذلك احنا دائما ننصح نصيحة للي يريد يترك كل انواع التدخين او التبخير الالكتروني انه يتدرج بالنيكوتين فعلا هي افضل طريقة ممكن تستخدم بها حتى يصير عنده دروب وشوية شوية رح يتعود على فقدان هذه المادة اللي تعود عليها واذا انت ملاحظ حسين دائما من تروح مثلا دكتور ودقول لأنا ادخن جيقاير ماكو دكتور رأسني يقول لك اقطع الجيقاير يقول قلل اكثر بشراها اكبر هي مشاكل النيكوتين بحد ذاتها هي بالكميات الزائدة اللي تدخل للجسد الاوفردوز الاوفردوز ممكن يسبب لك مشاكل على المدى البعيد صح ماكو اي فائدة علمية للنيكوتين بالتالي ماكو اضرار سواء الادمان يعني هو يعتبر حال حال الكافيين اللي موجود بالقهوة او المشروبات الغازية اذا كثر هيسبب لك مشاكل كل شي هو ارتفع بدقات القلب وغيرها من مشاكل يعني فلذلك اشوف انه العالم اللي قاعد تستخدم الفيب حاليا حاليا 90% ما عندها اي معلومة عن الفيب وما عندها دراية لذلك احنا حبينا نبدي هذا الفيب انه نسولف نسولف نعتيادية ونشرح على الفيب بشكل عام حتى نثقف الكوميونيتي مالتنا حتى يبدون يصير عندهم معرفة شون يستخدم الجهاز شون يختار الجوس شون يحصل التجربة الصحيح عمي واجه المشاكل اللي حصلناها انا وانت من بدينا بالفيل موضوع الثقافة يعني للأسف اكون هناك انواع من الاجهزة او انواع من المنتجات تم استخدامها بشكل خاطئ تم استخدامها مو بالمفروض اللي يستخدموه يعني على سبيل المثال ونضرب مثال جدا بسيط اللي هو السولت نيكوتين هذا المنتج ظهر للناس اللي تعاني من ضربة الحلق اللي مايقدر يتحملها ولكن يريد نسبة نيكوتين توالم توالم طبيعته وتوالم كمية التدخين اللي كان يدخن بالضبط الفترة اللي انت تستمر بيها وهي السولت نيكوتين هي فترة ستة شهر ماكسيمم وهذا الشغلة طبية ينصح بها الأطباء يعني فوق ستة شهر رح تعاني من مشاكل وقع بيها أخوك اللي قدامك يعني أنا سابقا كنت مستخدم إلى جوس VCT 30 نيكوتين ما أستخدم غيرها سولت نيكوتين كل أسبوعين علبة 30 مول يلا أقدر أبيم بغض النظر عن الأجهزة وما كنت أقيم أي بوت سيستم إذا ما أستخدم الليكود نفسه يعني عادة نحن صناع المحتوى دائما يكون عدنا لكود واحد هذا يكون أساسي أنه أقيم عليه لأنه هذا أنا اللي أحبه تعرف الفلايفور مالتو تعرف كل تفاصيله أعرف النوتات اللي موجودة بالفلايفور يعني على سبيل المثال مكهة مثل VCT هي عبارة عن فانيلا كاستر توباكو فلازم أشوف كل بوت شنون رح يطيني رح يطيني فانيلا أكثر كاستر أكثر توباكو أكثر فهذا الموضوع فللأسف الثقافة نوعا ما أشوفها حاليا بالعراق بشكل معدوم اللي بالعراق حاليا ثلاث أقسام من الناس ناس ما عدها أي ثقافة بالنسبة إلي مجرد يتعامل ويالفيب هو عبارة عن باكيتج يروح يشتري وأغلب الناس هسا اللي حولت على أجهزة أو الاستخدام لمرة واحدة يروح يشتري وراء ثلاثة أيام يرمي ويشتري غيرها النوع الثاني هو نوع عنده معلومات ممكن عنده بعض الشاععات اللي خالها بدماغها يعني مده يقدر يتخلص من عندها النوع الثالث اللي هو النوع اللي خلينا نقول بعده أولد سكول وهذا الشي الحلو بالفيب فقط يعني هو مو حلو إنك أنت تبقى أولد سكول من ناحية التليفونات لا الأولد سكول نحكي به اللي هو الكونسيبت تطلع به الفيب واللي هو الكونسيبت الصحيح يعني اللي أشوفه الأولد سكول هو عبارة عن إنه جهاز بريميوم تستخدمهن أنت أمورك بالسليم بس ما تجي تستخدم لشي ما معروف مصدره ولا معروف أصلا وفاصلا هي المصادر والصناعة أي صناعة يدخل بيها شيء تجاري حيكون جدا غلط يعني الموضوع رح يصبح تجاريا أكثر من ما هو نفع يعني أنت عندك غواية من أجهزة مصادر الجوز مصادر النيكوتين ومثل ما نعرف إحنا في قوانين الصين ممنوع دخول السوائل للصين ممنوع فإنت شنور رح تدخل بريميوم لكود حتى يتخليه بهذا الجهاز اللي أنا إذا أستهلكه والصولت نيكوتين معروف الصين العفو معروف الصناعة الصولت نيكوتين فقط يعني حتى من تقول له هاي نيكوتين يظل صافا عليك ما يعرفون هاي الفترة قبل فترة يعني يظل صافا عليك شنو هاي نيكوتين بالمناسبة هذاك اليوم نشر خبر على فيبينج بوست بالعربي أنه أنواع من الشركات أو الكثير من الشركات قاعد تستخدم مادة بديلة عن مادة البنزويك أسد أو حمض البنزويك اللي مستخدم بصوت نيكوتين يعني قاعد يضيفون مواد مجهولة بالنسبة إلى هذه الأجهزة وناسه هواية دا يستخدمون هذه المواد أنت أصلا بالدسبوزيبولز ترى صعب تعرف المواد المستخدمة يعني مو صعب أصلا مستحيل مضبط يعني أنت دايجيك already refill يعني هو مملو كامل بس أنت التجهيس تستخدمه أنت بالنسبة للليكود هذا اللي ممكن تشتريه ممكن تدخله بأي لاب يسوي لها فحص كامل وتعرف أصلا وفاصلا وكل الإنجريدينس اللي استخدموها فأنت أمورك بالسليم المشكلة بالمواد الأولية المستخدمة بهذه الأجهزة يعني غالبا 99% من الدسبوزيبولات ما يخلون بها القطن كعامل تبغير يخلون بها السفنج صح وهذا شيء مصحيح والسفنج يعني إحنا كلنا نعرف السفنج وهي الحرارة تنتج عننا غازات كارثية الـ أو القطعة اللي تتخلى فوق الكويل غالبا يعني مثلا بالأجهزة أو بالكاترجات تكون مصنوعة من المعدن بالدسبوزيبول تكون مصنوعة من البلاستيك وإذا أي واحد يشاهدنا حاليا مستخدم دسبوزيبول ومحروق عنده خلي فصق الجهاز بس لا يملي أبدا يعني موضوع قلت لك أنا موضوع الثقافة يعني وصل إلى مرحلة أنه يدخل يسئلك عندي جهاز دسبوزيبول أريد أملي طيب أنت قاعد تقول دسبوزيبول يعني استخدام مرة واحدة فشلون تريد تمليه اثنيا الدسبوزيبولات مو نفس المواد اللي احنا نعرفها اللي موجودة بالبريميوم لكود دائما يزيد لك الأرومة بشكل يوصل إلى خمسين بالمية حتى يطيك الفليفر لمثل ما نعرف احنا بود قاعد ينطيك 12 واط إلى 15 واط مستحيل ينطيك هذا الكم الهائل من الفليفر لذلك إذا تسمع أنت العالم وحتى ممكن أصدقائك اللي مستخدم الهائل تسمعي يقول أنا الفليفر اللي حصله بالدسبوزيبول ما أحصله بأي جهاز ثاني صح وخلي العالم تكره 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 الأجهزة في سبيل هو ما يعرف جدا يصير أصلا مهما نتكلم هي تبقى الشيء الوحيد اللي نقول بي أنه صار موضوع مادي بحت صار الموضوع استهلاكي في الصين تريدك أنت إنسان مستخدم دائم يعني أي واحد رح ينصحك بأجهزة الدسبوزيبول أو الاستخدام لمرة واحدة فقط فهو رح يستفاد من عندك كذا مرة بينما إذا أنت إجيت دخلت على أي متجر أخذت جهاز وجوز فهو رح يستفاد من عندك لمرة واحدة فقط فقط لكن موضوع الدسبوزيبول فهو رح يستفاد من عندك كل ثلاثة وممكن الأرباح مالته تكون أفضل من الجهاز اللي أنت طبعا هي شغلك ربحية أكثر مارحة هو الجهاز غالي عليه فإذا أخذت من عندك أكبر تجميع أو أغلى تجميع فأنت تشتري مرة واحدة أصلا مرح يكون رابح من عندك بقدم ورح يربح من عندك بالدسبوزيبول صح وإذا تلاحظ العالم يعني تشتري دسبوزيبول بين يومين والثالث يعني أغلبيتها يومين تلاحظ بعد خلص تحترقت فأنت الأفضل تشتري جهاز أصلا استثماريا الجهاز 20 ألف سحبة أو 10 ألف أو 11 ألف أو 15 ألف لما تجي تقارن أو تضرب أمثلة بسيطة المل الواحد إيش قديك فيك نقول 100 نقول 100 زين إذا نجي نقسم المية على 20 فعندك 2000 سحبة زين غالب الدسبوزيبول اللي حاليا موجودة مكتوب عليها 20 مل يعني 2000 سحبة 2000 سحبة إذا عدنا نحجة على 20 مل حقيقي أنا رجال خوش ولد رح أقول 3000 سحبة زين اللي 17 ألف من وين جدي كيفك من وين جدي ما حد رح يجاوك أكرر من وين جدي شوفوا أحسا إحنا خل نطلع من نطاقة ونسولف من نطاق ثاني هسا خل نسولف شوية وخلي ننصح العالم خاصة أن العالم اللي تريد تترك الجقاير وتريد تتطب العالم الفيب سولف لي شنو الأخطاء اللي ارتكبتها أنت غير أنه استخدمت جوس كلون وهاي الأمور ووضحنا لهم بس شنو البداية ما قالت شنو ممكن يسوي اليوزر حتى يدخل بداية صحيحة ما يكره الفيب هي بالبداية ممكن تواجهك عدة مشاكل لأنه أنت غريب على هذا العالم مثل ما نعرف إحنا ثقافة المدخن سابقا هي كانت عبارة عن علبة سجائر بالإضافة إلى الجداحة فبعديا أنت دخلت إلى عالم تبديل قطن نوعية القطن قومة الكويل عدات البناء مقاومة الكويل شنو يسوي المقاومة ذات ارتفعت إذا انخفضت نسبة النيكوتين المناسبة إليك آي فقرة مهمة ويأكو ناس توقع بهذا الخطأ اللي هو أول ما يبلش يقول لك أنا خلا روح على أعلى نسبة وبعدين أنزل لا بالعكس بس تصعد بعد ما تنزل بالضبط هو أنت المفروض اللي عليك أنه أبتدي من نسبة نيكوتين منخفض قدر الإمكان أحاول أشبع نفسي بهذه النسبة قدر المستطاع بالضبط هي المسألة أنه أنت حتى وإن أخبت جرعة نيكوتين زائدة فهو جسمك رح يقول لك أوقف ما أقدر أنا هسك إنسان ممكن أحب الكوفي أو أحب الأنرجي درينك ما أقدر أشرب أكثر من علبتين باليوم إيه لأن رح تحصل سايد إفكت يعني رح يبين قبل على جسمك وكل شيء بالحياة إلا سايد إفكت فأنت لما تجي تستخدم أي منتج يفضل أنه تستخدمه بالطريقة الصحيحة اللي أنت محتاجه حتى ما أصير عندك مشاكل ثانوية تريد تدخل إلى عالم الفيب إذا أنت كنت مدخن سجائر أبتدي من الأفماعش كلش مناسب خيار جدا مناسب إلك أنت بالمنتصف أنت نسبة النيكوتيماتك وإحنا نقول الأفماعش المشاهد طبعا بالنسبة إلى هذه النسبة جدا هواية حيقول لك ما موجودة بالجقاية هي 1.2 ميلي جرام بكل مل يعني هي فماعش ميلي جرام فهي 1.2 بكل مل فهي مو نسبة جدا كبيرة بالإضافة إلى شكل خاطئ أو معلومة خاطئ لدى المدخنين اللي هو يقول لك أنا الجقاية رماتي ثقيلة يعني فلازم أخذ نيكوتين عالي النيكوتين ما لا علاقة بالثقل الثقل اللي موجود بالجقاية بالقطران بالقطران ممكن طبيعة الفلتر اللي موجود بالجقاية لهواية أسباب إحنا ما نقدر نجي ننكر أنه سايد ما للسجائر هو بأشياء إحنا لحد الآن ما مكتش فيها يعني هو سلما تيجي أنت تبحث في منظمة الصحة أو شات جي بي تي أو أيا كان رح يقول لك أنه تحتوي على أكثر من ستة آلاف مادة سامة ولكن أكو مواد ثانوية ما حد يعرفها لحد الآن أبسط شي عندك الورق عندك نوعية الفلتر المستخدمة التبغ الموجود هل هو فقط التبغ؟ مستحيل مو التبغ أهواناكو جيجارة بخمسمائة دينار مستحيل هذا الشي يعني أنت تيجي حتى على ريحة التبغ هي بي ريحة مميزة عند الاحتراق التبغ الصافي التبغ الصافي ماكو أي سجائر حاليا موجودة بالماركتات تحتوي على التبغ الصافي ولذلك لما تدخل إلى سوق الحر اللي موجود بالمطارات خلينا نجي نحكي على المطارات العالمية فأقل علبة سجائر ممكن توصل إلى الثمانية دولار أو سبعة دولار أقل شي هذا ما عدل تاكس ما عدل برائصة فالموضوع مختلف هنا أنت قاعد تاخد جيجارة صافية بغض النظر من الأضرار ولكن أكيد المصادر إذا كانت مجهولة المصدر مثل السجائر الرخيصة ممكن تلقي بها خشب كل نشارة مال خشب ممكن نايلون كل شي تلقي بها ممكن علاوة زغيرة خلق تلقي بها كل شي تلقي ما عندك أي مشكلة أنت بالتالي التبغ اللي يكون صافي مية بالمية تلقى أنه أنت ورشعلته بس طفه وراء فترة رأسا يعني رأسا يطفوه أنا أستغرب من فكرة لما يجيني يعني شخص يقول لي أنا مدخن فأقول له شنو جيجايرك يقول لي أنا إنسان أدخن أوسكار حبيبي أنت مو إنسان أنت سلحفات يعني هو شوف مع يعني كل احترامنا للأشخاص اللي تدخن هذا الجيجاير هي مو غلط تدخنها براحتك شي راجع لك بس أنت لازم تعرف هذه المعلومة حتى إن كنت مدخن جيجاير مو مستخدم للفيب مو هي الوسيلة من هذه الماركات الرخيصة إنه هو ينطيك نسبة نيكوتين جدا ضئيل في سبيل أنت تبقى مستهلك الاختلاف الجذري ما بين الفيبينج وما بين السموكينج اللي هو نسب النيكوتين والتدرج يعني على سبيل المثال هسا لما نجي على هذه العلبة من الجوز متوفر بيها 3 مليجرام 6 مليجرام 12 مليجرام 18 ممكن تسعد كل شي هوية بإمكانك إنه تدرج ولكن إذا ضربنا مثال جدا بسيط على الماري بورو مثلا أي إن كان اللون ما عندك نسبة نيكوتين أقل بهذا الباكيت لا هو نيكوتين واحد الشركة تريدك أنت مستمر على الشارع اللي تقعد تمشي به وهنا الموضوع بالرغم من شوف محاربة الفيبينج مع الفرص اللي موجودة لسجارة أو عالم السجارة بغض النظر اللي هو من بعد 1990 انفرضت إنه ممنوع الإعلانات للتدخين وفرض تحذير على العلبة إنه التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان الكل اللي اللي يشوفنا هو مو سبب رئيسي لأمراض السرطان هو محفز للجينات أو محفز للخلايا الموجودة داخل جسمك وهذا الشي لعب دور يعني كل شخص مختلف عن شخص تاني أكو شخص عنده استعداد بتاريخ العائلي مرضي ممكن تحفز رئيسي صح فعلا لأنه أنت عندك القطران فرح يساعد على لزوجة الدم ورح يسبب لك انسداد ببعض الشرايين اللي موجودة بجسمك فهو أهنان الخطأ بالموضوع لمن إجوا يحاربون البيب لأنهم هم يعرفون مبدأ أنه ما عندهم أي دراسة ولا يقدر يسوي دراسة لأنه هو يعرف إذا سووا دراسة وأجراها رح يعرف أنه ما بي ضرر اللي موجود بالتدخين صح وإن وجد فهو يعني شي ضئيل شي ضئيل فشنو فرض عليك لازم تكتب على العلبة أنه هذا المنتج يحتوي على مادة النكوتين هي مادة تساعد على الإدمان واللي شفناه ترى صارة يعني أعتقد بأربيل من المنعة يعني ما رد نحن نخوض بالتفاصيل بس المنعة الأسباب يعني ممكن نتطرق على هذا الموضوع وموضوع الحضر اللي صار بأقليم كردستان بغض النظر أنه كانت سابقا أقليم كردستان الفيبينج بيها جدا متطور متطور وعالية يعني رقابة عالية صراحة يدخل عن طريق المطارات الرسمية للأقليم بالإضافة إلى أنه فحوصات فحوصات طبية تدفع جمارك وكل هذه الأمور تدخل بشكل قانوني يعني أنا من شنة قاعد بأربيل فيدخلون عليك خليل نقول أمن يشتري من عندك المنتج وما عندك أي مشكلة بالموضوع لأنه داخل برقابة أنت قانونيا الصحة تجي تابع الموضوع لأنه كان محصور لدى متاجر البيب متاجر البيب متبيع للأعمار الخاصرة لأنه هي مفروض عليها قوانين بينما لما انظهرت أجهزة سريعة الاستخدام وسهلة الاستخدام مثل قام ينباع كوزماتيك ماركت سوق المخضر في أي مكان ينباع الحلاق اللي بصف بيتنا ما يدي بيع الدسبوزبل اللي دع تريد تشتري يعني دخلت الكوزماتيك موجود عند الدسبوزبل يعني بالضبط قلت لشين الموضوع قال مادري شركة جابت لي وبي ربح حلو مو هي المشكلة قلت لك وأنت قلت هذا الموضوع أنه الموضوع صور الربحي أكثر ما هو موضوع التوعوي يعني أنت اليوم الجماعة أغذوها من باب الربح أكثر من باب أنه خلص استخدم هذا الجهاز فترة معينة أنها الصين إيه وش يسوي لها بعد مو هي أشوف أكون مشكلة ثانية محلات الفيب إحنا لعدنا لعبة دور بانتشار الدسبوزبل المحلات اللي عندها ثقافة المحلات اللي كانت واعية للفيب سابقا والفيب حاليا هي أكثر الناس أو أكثر الكيميونيتي اللي يتأذى من الدسبوزبل لأنه كان سابقا عنده خلنا نقول مناقشات مع اليوزر أنا أريد نكهة النكهة الفلانية معجبتني هاي النكهة فصير أكون نقاشات حلوة ممكن الإنسان يكتسب معلومات أنا أو أنت لما نبلشنا لأننا ندخل المحلات الفيب يعني ساعة وساعتين شنو هاي الريحة الفيب المالتك شنو الجهاز المالتك شنو تعلمنا هواية أمور من محلات الفيب التجربة تعلمت أنت أفضل بس تقعد بمحل الفيب والإكسبيرينس تأخذها التجربة بحث ذاتها أنت باختيار الليكويد مالتك هي تجربة كانت بالنسبة إنها ونسى بضبط هسا الموضوع صار يعني تافه الطب للمحل أريد هاك يلا باي باي جبت لك فتشي جديد شنو بس تدري حتى اليوزر هم يعني عند مشكلة بهذا الموضوع يعني اليوزر هم يطب للمحل نفسه يدور على بضاعة جديدة يعني أنا أكثر من محل ما الأصدقائي أقعد بي فترات يطب بالزبون شنو جاب جديد شنو جاب جديد وهذا اللي خلي توجه الشركات كلها تبقى على السوق العراقي بالأخص لأن تجبوني دور على تجديد فدائم تلقى السوق العراقي أكثر سوق انتشر بي بالرغم من أنه لحد الآن ولله الحمد موجودة عندنا ثقافة الـ بالردي أي الاردي أبعدها لحد الآن أكون ناس تسأل عن التانكات يعني قاعدتوا صني أسئلة آني من خلال الاحسابات اللي عندي ولكن الموضوع هو الغلط بالفكرة يعني أكو ناس تفاهمة أنه رح أحيحيلكم ياها بساطة أنه أنا إنسان كانت حاب فكرة تدسبوز لا وهي الفكرة مو غلط فكرة حلوة أنا ويتطور الفكرة كلش حلوة الفكرة أنه أنت عندك جهاز طوارئ خلص الليكويد مالتك أو أنت ضاعت جهاز مالتك طالع بسفرة طالع بسفرة متريد تأخذ جهازك لأنه هو غالي أنا واحد من الناس أكثر إنساني ضيع أجهزة بحياته أنا واحد من الأجهزة ضاع عندي ست مرات ورجعت اشتريته وآخر شي ضيعته بمطار دبي جهاز AIO مبروك على الإخاذ ولو موجود في دبي ما أعتقد إذا أروح أسأل علي ممكن يكون موجود فهي الفكرة هنا لما يكون عندك جهاز ثانوي أنت تستخدمه بيكون بعدد سحبات بسيطة تكمل لك اليوم أو تكمل لك الوقت لحد ما ترجع تستخدم جهازك الأصلي هي هاي الفكرة هي هاي الفكرة اللي انتشر بها هذا الجهاز ولكن بعدها راح بساعد ثاني زين شنو أكثر جوز بالله تفتقد أنت باعتبارك محب للليكودز ودائما تجرب الليكودز اللي دائما جديد بالسوق واللي نقول نادرة مرات صعب تلقى هاعد أي شخص بغض النظر عن كل الأشياء اللي أنا مجربها لكن بالنهاية أنا بشر أكيد أحبت شي على حساب شي معين مفتقد للتركيش بلند القديم القديم اللي جنت تشتري بـ 45 ألف وبـ 40 ألف هاي إذا كان المحل صديقنا هاي السبب منطعش ألف ويتوسل يعني هاي أكو كانت واسطات إنه أنت تاخذ مثلاً اثنياً يحسب الكهنة 75 أنت طالع منتصر أولاً والحلو شنو أنت تلزم سرة أرد ثلاثة ما نقدر نطيك يا بزين ليش طيني بس أرد غوما كمية قليلة اللي عندي يعني ما كانوا يغفرون لكود هي لكود القديمة كلها كانت طيبة يعني إذا تتذكر أنت الهواي أكو نكهات كانت حتى التركيش الميز الـ VCT اختلف VCT كل شي أغلبية الجوسات ترى كانت تجينها بشيشة شيشة شي زجاج شي زجاج حتى ستيبين قمالتها أو التعديق الغراهم فاذر الغراهم فاذر الغراهم فاذر صارت لي ويا أنه ملل مللت من البلند ودخلت إلى محل معروف قلت له أريد فشي مميز يا بس العلبة مميزة أي انطانيا كان بوقت قطار الشيشة من الريحة أخذتها بدون ماجر وميحتاج في فترة اللي هي قبل الكورونا سرى اللي كود الراقي لا يحتاج نجربه والله نبين باكم يعني العالم كله ومجتمع البيب والبيبن كله اختلف قبل الـ 2019 وبعد الـ 2019 ثاني خلف يعني أنا أتدري شنو أحب أحب من أقعد مثلا ما أحب أستخدم يعني لكود أكوناس تحب الفروتس بالنسبة لها الفروتس رقم واحد بس أنا بالنسبة لها نكهات مالسويتس وخاصة من ينضاف لها شوية توباكو يعني ترى طيرك بعالم ثاني يعني يعني موطر طيرني طيرني لا بس يعني الجو اللي تعيش طيرك بالجانب الصح بالضبط موضوع الفواكه ولا موضوع المغبوزات ولا التبوغ لدينا ثلاث عوالم دائما مستخدمين الفواكه هم أسهل ناس باختيار الليكود صح البرتقال اللي موجود ببيتك موجود بغير تختلف عن الكيك هم والشارع ومن محل محل تختلف فبالليكود بعد كل شركة تختلف تختلف يعني هو ياخذ مثلا انت لنفرض فنكهة أو flavor معين فياغذة هاي انك هيجربها ويسويها على اساس الشي جربة هو مببور فأنت ممكن كل شخص جرب نكهة مختلفة جرب محل مختلف يلا طلع بهذا الفليف احنا مرات من نجرب مثلا المنتجات مثلا اقول لهذا مثلا كوبكيك اكو غواية كوبكيك بالسوك وليش يعني انت قلت هذا طيب لا الفكرة انه مختلف الفيتشر اللي موجود بالمخبوزات او اللي موجود بالدزيرد وغيرها الحلويات مختلف براند عن براند ونكهة عن نكه مثل اللي انت تشوف بحياتك طبيعية وهذا اللي شي اللي احبه انا يسوي يعني مرات اجيب نفس الفليفر من غدة شركات وضع تجرب ممكن ليش لان انت بالتالي ممكن الشي اللي اني يناسبني مو نفسه اللي يناسبك ترى ممكن هي نفس النكهة بس غير شركة انت يناسبك شركة انا يناسبني غير شركة وهذا السؤال طبعا ينذكر لي هواية واعتقد انت هم يجيك اكثر سؤال يجيني هو شنو افضل جوس شنو افضل جوس المبدأ انه ما فيديهم حياتي جاوبت على هذا السؤال ما تقدر تجاوبه اساسا ماكو شي اسمه افضل سواء كان بود جهاز سيارة اه حيوانات الاليفة كلها كلها تفضلات شخصية كل شي بالحياة اللبس كل شي بالحياة هو الموضوع يعتمد على انت شنو المحتاجة من الجهاز هذا دي يقدم لك يا خلاص اذا هذا افضل جهاز بالنسبة اليك اكثر جدل يصير بالكرة الارضية الايفون لول سامسونج صح انا سامسونج انا ايفون لا مشكلتك هاي مشكلتك لك فهي الموضوع انه انا لبيت احتياجي بالسامسونج بالسامسونج انا احب نظام بالنسبة اليه مقبول انا احب شي مفتوح صح انا نزل برامج من وين ما يعجبني انت لا انا عندي حماية تماعدك تدبع بلوس انا هم انح اندي حماية هاي طبعا يعني جدال ما رح نخلص منه ف انا الاخجل الصباح لا بس يا صدق مفهوم الليكويدز وافضل لكويد بالعالم واشنو افضل جوز وش اختار وش اشوي هاي كلها تربية الرغبات شخصية افضل لكويد بالعالم اختار لك لكويد يكون بريميوم هذا شي اكيد لا تسترخص اذا تريد افضل اكسبيريند او افضل تجربة تحصلها انت اخذ جوز بالمناسبة حاليا الفترة اللي احنا ديناعيشها اختلفت الجوزات اصبح عدنا ساج ثاني من الجوزات ما يسمى بالنت الان اي تي اللي هو المستخلص طبيعيا اعتقد انت جربت جربت فهنانا رح ينطيك فيتشر ثاني بالضبط هو بريميوم بس تدري رح تسمع السعر بالبداية العالم عبوالها انه قاعدين صبع للي لا 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 انت قاعد تحصل قيمة مقابل سعر نفس اللي كان سابقا انت مثل ما قلت هسه التركيش بلند المية وعشرين مول اذلك هنا احنا جننا اكثر شي على ستين مول لا تلقى جننا نحصلها بخمسة وعشرين وبعشرين الف لانه الارومة اختلفت نسبة الارومة اللي ما يعرف يعني شنو ارومة اللي هي نسبة النكهة اللي موجودة اللي ثروت هيت متحسة 100 بالمية من النيكوتين لا الارومة اللي موجودة فهنانا قلت لتسريع الانتاج ولتخليف الاسعار حتى انت تبيع اكثر وتجيك ارباحة اكثر وهذا الشي طبعا اجاب وقت ظهور الديسبوزبل همينة يعني تخيل النسبة البريميوم الليكوتز نزلت والديسبوزبل زادت فهذا الشي خلى العالم تشوف الفليفر اقوى بالديسبوزبل سابقا لدينا جوسات ترى شانت تعتبره بريميوم الام تيرك ترى انه انت لحد الان يعني هذين جوسات بريميوم لكن للأسف يعني حاليا ما قاعد تحصل نكهة ترضيك لذلك احنا هسا حاليا اذا انت قاعدين دنستخدم منتجات غالية ولربما لما يشوفون الكميونيتي او يشوفون متابعين انه احنا دنستخدم هيتش جوسات او هيتش اجهزة يقول لك هذا يريد من السايد الترويج اي انا هذا استخدامي اذا انت تريد تجرب مختلفة او اذا تريد تجرب شي مختلف جربه قبل ما تحتي راح تعرف انه انت جنت في عالم الظلمات بالضبط او اذا انت اجبك مثلا ممكن يعني تدخل المحل هو اصلا يطيك experience premium بحيث يقدم لك premium liquids يقدم لك الاجهزة high end ممكن تجرب من عنده شوفه هو شديد يستخدم انتبه علي اذا هو صاحب مثلا تجربة قوية بالهاي الاجهزة شوفه شديد يستخدم جربه جربه شوف شون راح تحس باحساس مختلف ما اتفقوا اياك مية بالمية للاسف بعض الجديدين على المصلحة تدخل للمحل تلقيك اموش اكيد جايا ربيدة شوف مو صح صارت هاي الحالات صارت صارت موجودة هي المشكلة شوف انه اليوم حتى المحلات ما الفيب ترى صاحب محلي الفيب مو دائما متواجد بالمحل بسي دام لاحظ فاحنا هم نطيهم العذر هذا يعني انت اليوم لا تنسي مو كل اصابيعك سوى فما تقدر تحكم على هذا الموضوع انا قلت البعض البعض للأسف انه صار انه اكو تغير مع العلم سابقا من جنا ندخل المحل واني اهني المحلات اللي بعدها على نفس الواجب مهما كان حجمك شكلك طولك سيلك اتش قد عمرك هذا اهم شي والله احترم المحل اللي اول ما تطب ليس سيلك قد عمرك بالضبط من تقول لي اريد جوس يقول لك شنو الجوس اللي تريده شنو النكهة اللي تريدها راح ينطيك لشراء انه هو مو فقط يبيع لك لكن هسه ليش انا اقول لك بعض المحلات صارت عبارة عن بيزنس روبوت تدخل سلام عليكم السلام اريد جوس هيجي سألك فواكه لهم مع الجنات بس هذا السؤال اكتباكو هذا السؤال الوحيد او اكو ممكن سألك شنو تحب انت شنو ندخل المحل لا اكو اختلاف بالتعاون شنو نوع الكويل شنو الواطة اللي تستخدمه تانكك شنو على كم واطة فيب احلى شي اذكر من طباية المحل فيب شنيت هستوندا فيب فطبايت قلت له اريد يعني لكويد جوس وهاي فقال لي شنو شننت تدخن قبل جيغاير لو تستخدم نرقيلة انا صفاني طلع على الموضوع مش شعب اكثر من ما هو هيج يعني اطلع اكو فتش اسمه امتي اه لو كش اسمه دي اه لو شي اسمه دي اه لو ار دي فيعني من قاعد شرحلي انا قاعد صافا عاليا دعتوا الناس بسوال فيه حرفيا الموضوع يعني هو صعب ولكن ممتع بنفس الوقت يعني احنا هسخل نقول كيميونيتي حلو يعني صارنا فتش كلش مرتب يعني دائما الناس تنظرون احنا كصناع محتوى انه احنا اعداء ومنافس لا ما يدرون بالحياة الواقعية بالعكس احنا اصدقاء فبس هي جو المنافسة مرات اليوزر هو اللي يخلق كرار احسن منك لا انت احسن لا انت احسن فهي اهنان الموضوع انه هم مرات يدخلوك بمبدأ ريالو برشلونة انت لازم تكون واحد من الفريقين وانت شنو انا ارجنتين يعني لا هذا ولا هذا يلا ما شاء اعبر لك ياه موسي عمك كافي هل قد اليوم حلوة كل شي حلوة هاي كانت اول حلقة لنا انا اكبرنامج فيبتوك وطبعا جاية تحييه لهواي راح نسالف بمواضعكم ان شاء الله ان شاء الله فاليوم كافي نختم الحلقة ونقول شباب في موالا اليوم تعبنا مسالفنا هواي جايكم معلومات قوية لا تنسون تسوون فولو الي فولو الحسين بي وكي لانت جاي نار 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 وبس الهنا ونصلنا الى نهاية الفيديو اشكركم على المتابعة وكم حسين احمد وكرر ووالا peace out